الفيديو ده بدون تصورين خصوصا لو انت بتشتغل في تصوير المنتجات او تصوير الاكل او اي حاجة بتحتاج انك تعمل لها باكجراوند وتبدأ انك تعمل سطب للمنتج قبل ما تصور دلوقتي تقدر انك تصور على خلفية بيضة وبعد كده في مواقع كانت بتعمل الباكجراوند او بتقترح لك ديزاين معين للمنتج بتاعك بس دلوقتي تقدر انك تعمل ده على فوتو شوب تعالوا نروح على فوتو شوب بيتا ونتعرف على اوب ديت جديد اسمه جنيراتيف وورك سبيس و ازاي بغضل ان انا اغير الباكجراوند لأي منتج عندي يلا بي ان نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم معاكم مصطفى مكرم لو روحنا على فوتو شوب ولنفرض مثلا انا مصور صورة زي دي حابب ان انا اغير الشكل بتاعها سواء كنتم صورها بسطب خفيف زي ده او مصورها على خلفية بيضة كل انت هتعملو انك هتفتح فوتو شوب وحددخل الصورة الصورة هنا اللير عندي باكجراوند هروح هنا اقوله ريموف باكجراوند كده هو شلي الباكجراوند بعد كده هقوله تجينيريت باكجراوند تقدر انك تكتب له اي حاجة انت عايزة ويتقدر انك تقوله تجينيريت خلينا نشوف هيطلع لنا النتيجة عملت زي شرحت قبل كده موقعين كانوا بيعملوا نفس الفكرة بس دي باكجراوند اقتراحها دي تاني باكجراوند اقتراحها دي تالت باكجراوند اقتراحها تعالوا نقوله على دي تجينيريت ده برضو شكل الدهولي وده شكل تاني وده شكل تالت تعالوا نكتبله هنا في البروميت نقوله مثلا على البحر بالعربي وقوله تجينيريت تعالوا ما نشوف هيطخيل الباكجراوند عملت زي الله بالشكل ده دي مش قوي دي مش قوي شغالة دي جميلة ممكن نقوله تجينيريت تاني على نفس الصورة بحيث يديني افكار تانية وتقدر انك تكتب بقى في البروميت اي حاجة انت عايزة جميل هكذا هيبدأ ان هو يديك تعالوا نجربها على حاجة تانية مثلا انا عندي صورة البيتزا دي صورة متصورة عادية ده البيتزا هي البطل الرئيسي في الصورة هاروح اقوله ريموف باكجراوند بدأ ان هو يحزفها بالشكل ده في هنا طمطنية صغيرة مش عشال خليها وبعدك هقوله تجينيريت باكجراوند واقوله تجينيريت برضو مش هكتبله حاجة بلاقيه طلعلي النتيجة دي مش عارف هو ليه زي البيتزا قوي كده تعالوا نشوف التانية ودي التالتة دي جميلة تعالوا نعمل تجينيريت عليها برضو بحيث تطلعلي حاجات قريبة منها بالشكل اللي انتو شايفينه ده مطلعلي اكتر من باكجراوند اقدر ان انا ابدل ما بينهم واقدر ان انا قاعد اعمل تجينيريت لحد ما اوصل لنتيجة انا عايزها فالموضوع ده هيساعد قوي الناس اللي بتشتغل مثلا تصوير مينيو مثلا انت بتصوير على باكجراوند بيضه بحيث يتحط الاكل في المينيو فبدل ما تعد انك تعمل ستوب ممكن تستخدم الاسلوب ده هيبقى اسهل وهيوفر عليك وهيوفر على العميل كمان بانك تصور تاني يعني على حسب ما هتتفق طيب في حاجة كمان اضافوها اسمها جينيريت وورك سبيس لما بروح على ادت بروح هنا على جينيريت وورك سبيس بضغط بالشكل ده بيبدى ان هو يفتح لشاشة كده جوه الفوتوشوب من خلالها اقدر ان انا اكتب له اي بروميت وتقدر انك تبدأ بالتصميم بتاعك مثلا تعالوا نروح هنا خلينا نكتب مثلا ديناصور مثلا كتبت له لقطة علوية السينمائية لديناسور في شوارع المدينة بقدر ان انا اختار الحجم بتايمين هنا اقدر ان انا اروح هنا مثلا على لاندسكيب بحيث يديني شكل مستطيل او تقدر انك تختار بورتري او سكوير مربع او وايد سكرين هنا بقدر ان انا اضيف له ريفرانس او صورة يعمل لي شبهها تعالوا دوقتي تجرب من غير ريفرانس وبعد كان تجرب ريفرانس وهنا بقدر ان انا اضيف له او لوك معين سواء مثلا انا عايز اي سيم من الموجدين دول بتقدر انك تضيفه بس انا رأيه ايه خلي الحاجات دي اعملها بايدك احسن وهنا بلاقي فيه هنا عندي الفاست مود يفضل انك اقفل الفاست مود علشان يتعب على الصورة اكتر او يديك صورة بكواليتي اعلى ما يبقاش مستعجل فيها بعد جاء بقوله generate بتطلع لي نتيجة بالشكل ده واحد اتنين تلاتة اربعة مش قدي كده بصراحة نتائج تعالوا نحط له مثلا بروح هنا على ريفرانس وبروح على الكمبزاشن ريفرانس وبقوله upload نشيل كلمة علوية دي خليها لقطة سينماية وبعجيها بقوله generate بلاقيه طلع لي النتائج بالشكل ده طبعا هي قريبة من الرفرانس اللي انا رفعته له بس هو اخد البوز بتاع الديناسور او الوقفة بتاعت الديناسور يعني لما نيجي نبص دي الصورة اللي انا رفعتها له ودي النتائج اللي هو عملها لي جميل طب تعالوا بقى نروح على الرفرانس تاني ونضف له هنا كمان في الستايل الرفرانس اضف له نفس الصورة حلو قوي تعالوا على نفس البروميت نقول له generate ونشوف هيطلعها المرة دي عاملت زي وطبعا بما انها نسخة البيتا فالموضوع انا شايفه ابطأ شوية حتى البرنامج في التعامل بياخد وقت شوية على بال ما بيفتح الصور جميل اه دلوقتي طلع لي نتائج الى حد ما ممتازة تطلع لي حاجات قريبة من نفس الستايل طبعا بقى ايه كل ما هتكتب تفاصيل اكتر في البروميت اللي موجود عندك كل ما هيطلع لك نتائج احسن حلو قوي جميل وهكذا بتقدر انك تتعامل مع generate workspace ممكن بقى نشيل دول خالص من الرفرانس لنفرد مثلا انا هبدأ تصميم لمطعم فممكن تكتب له مثلا ايه ممكن نكتب برجر دجاج كرسبي وممكن نقول له ان في الخلفية اللهب تعالوا نقفل ده نختار مثلا زي ما احنا لانسكيب بقى بقول له generate نشوف هيطلع لي النتيجة عاملة زيه طبعا اي حاجة انت هتعملها في regenerative workspace هتلاقيها موجودة هنا في بتاعك يعني تقدر انك ترجع لها عادي جدا الله حلو قوي ده تعالوا نكبر نشوف الصور جميل حلو قوي ده انا اروح السورة مثلا انا اعجبتني السورة بقول له open على طول بتفتح عندي على photoshop تعالوا نعمل control alt i ونشوف المساحه بتنزلك ب 81 سنتي في 63 سنتي في الزليوشن 72 حلو جدا مساحة كويسة جدا كتفاصيل هتلاقيه التفاصيل كويسة قوي في الصورة اللي بيطلح عليك تقدر بقى انك تكمل عليها شغل وتكمل التصميم بتاعك بدل ما تبحث عن صور الصور تقدر انك تولدها وفي اكتر من حاجة هنتكلم عن الفيديوهات الجاية ان شاء الله في الختاب سبحانه الله وما بحمدك اشهد ان هلألها اللي انت استغفرك واتوب وليك اشتركوا في القناة